حقق المنتخب الوطني لكرة اليد للرجال فوزا هاما على نظيره المجري بنتيجة 35-32 في أولى جولاد دور المجموعات بأولمبياد باريس شاهد اللقاء سيطرة كبيرة للمنتخب الوطني على مدار الشوط الأول ورغم عودة المجر للمباراة بالتعادل نجح المنتخب الوطني في إنهاء المواجهة بفارق ثلاثة أهداف هذا ويلعب منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جوار منتخبات الدنمارك والنرويج والمغر وفرنسا والأرجنتين